بيان صدر منذ دقائق او من تقريبا حوالي ساعة من لجنة الحوار الوطني او ادارة الحوار الوطني بدأت ملامح الحوار البطني تتشكل ويتم الاعلان عنها اول الاعلان يعني ما تم الاعلان عنه واختيار الزميل العزيز الكاتب الصحفي ضياء رشوان منصقا عاما للحوار طبعا ضياء رشوان هو نقيب الصحفيين المصريين وتم اختياره منصقا عاما للحوار ضياء له خلفية كبيرة جدا خاصة في الدراسات ومتخصص وسنوات طويلة سياسيا واعلاميا وايضا في التعمق في الدراسات ومركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اختيار موفق للغاية المنصق العام الزميل العزيز الاستاذ ضياء رشوان ثم رئيس الامانة الفنية هو الاستاذ محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام سيكون رئيسا للامانة الفنية للحوار الوطني عايز اقول لحضراتكم ان الحاجة التالتة هي ان بداية الحوار الوطني هيكون في اول يوليو اول شهر سبعة باذن الله ستبدأ جلسات الحوار الوطني ولكن ايضا في هذا البيان في معلومات تهمنا كلنا في هذا البيان المعلومات بتؤكد ان لازم هيحصل تشاور قوي مع القوى السياسية والنقابية لتشكيل مجلس امناء الحوار الوطني يعني ان الامين العام او المنصق العام هيبدأ في التشاور مع القوى السياسية والنقابية علشان يعمل مجلس امناء الحوار الوطني هذا المجلس سيتكون من 15 عضو 15 شخص سيتم اختيارهم يمثلون كافة الاطراف والشخصيات العامة والخبراء طبعا ده معناه ان احنا امام تشكيل هيبدأ يتم الاعلان عنه خلال الفترة القادمة حتى يبدأ الحوار ويكون ليه مجلس امناء وناس متخصصة في كل المجالات المختلفة